اكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري ورفع جودة حياة الأسرة البحرينية بالنظر إلى مساهمات المرأة داخل منظومة الأسرة هذا وأشهدت سموها بما يقوم به شركاء المجلس الأعلى للمرأة من دعم ملموس وشراكة وقعية تظهر نتائجها واضحة للعيان من خلال كم ونوع الخدمات التي تتيح حلول وخيارات عملية أمام المرأة البحرينية وبصورة تساهم في ترجمة رؤية عاهل البلاد المفدة لتقوية الاقتصاد الوطني البحريني الذي يتطلع إلى أسهمات اقتصادية مبرمجة ومدروسة ترفع من نسب مشاركة رواد العمال وتضمن استدامة حضورهم في سوق العمل الحرة وأشارت صاحبة السمو إلى حرص المجلس على تنويع مجالات عمل برنامج التمكين الاقتصادي وتفعيل أحد أهم أدرعه المتمثلة في تفعيل المنظومة الوطنية لتدرج ونمو رائدة العمل البحرينية عبر إتاحة كافة الخدمات المساندة والاستشارات اللازمة والتدريب والتأهيل والحلول التمويلية الميسرة والمبادرات التشجيعية والتحفيزية لإبراز قصص النجاح من خلالها مشيرة إلى أن البحرين سباقة في تقديم مثل هذه التسهيلات المتخصصة للمرأة للدخول في مجال ريادة العمل وبالتالي تمكينها اقتصاديا وفق أطر وتشريعات تنظم هذا العمل القائم على التشجيع المستمر لإكتساب المرأة مهارات متجددة تشجعها على التعلم مدى الحياة وتعزز خبرتها في مجال الابتكار والريادة جاء ذلك خلال تفضل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتسليم امتياز الشرف لرائدة العمل البحرينية الشابة دون 45 عام في دورته الثانية بمقر المجلس الأعلى للمرأة حيث يمنح الامتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني والتي تجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتميز في النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع وتنجح في خلق فرص عمل في إطار سياسات تكافؤ الفرص التي تنتهجها الدولة وتنجح في الوصول إلى الأسواق العالمية وعقب ذلك اطلاق المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري محفظة ريادات وقد حاز على الامتياز في الدورة الثانية كولمن ندا علوي شبر ونور علوي شبر عن مشروع الندا ويقوم المشروع على صناعة وانتاج الأوشحة الحريرية ذات الجودة الفاخرة وفق تصاميم تتميز بالدمج بين العمال الفنية الراقية والتراث العربي الأصيلة كما فاز مشروع موبايل سبا and the beauty لكل من دين إبراهيم الأنصاري وسهى حسن صوان وهو صالون تجميل متنقل يعتمد على منتجات ذات مواصفات عالية الجودة ومعتمدة صحيا أما المشروع الثالث فهو مشروع سوسويت لسيمة راشد المناعي وتعمل من خلالها على تصنيع الشوكولاتة والحلويات البحرينية بنكهة عالمية وبمواصفات خاصة موسيقى منذ انطلاق مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة وهي تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها فالمبادرة شجعت ودعمت كل طموح من شأنه أن يبرز الطاقات الشابة ويعزز التمكين الاقتصادي وينشر الروح القيادية بين الشابات من أجل المساهمة في خلق بيئة اقتصادية خصبة امتياز الشرف اليوم بمعايير المتنوعة والتي نعتبرها صعبة نوعا ما يحاول أن يشجع المرأة البحرينية على أساس أنه يتاخذ زمام المبادرة ويشجع عندها روح الابتكار والريادية من أجل تطوير مشاريع الاقتصادية واليوم شهد نفوز خمس سيدات أعمال يمثلنا ثلاثة مشاريع اقتصادية كل مشروع منهم حقق قصة نجاح في حدود اختصاصة بالإضافة إلى أن أهم نقطة في الامتياز الشرف أنه يحيي أو يدعم المرأة البحرينية في أن تكون هي من يخلق وظيفة للغير الحائزات على امتياز الشرف عبرنا عن شكرهن لصاحبة السمو الملكي على هذا الدعم لا محدود وأكدنا أن هذا التكريم هو دافع لهن للاستمرار في الإبداع أنا جداً فخورة وسعيدة بحصولي على جائزة الامتياز هذه وهي تمثل لي شيء كبير هاي التكريم خصوصاً أنه هو من سمو الأميرة فيمثل لي حافظ أني أستمر وأنني أنجز أكثر وأنني أكمل هالمشوار بإحساس أن الجهد اللي إحنا قاعدين حققه يعني مقدر هاي التكريم اليوم يمثل لي شرف كبير أن أنا وصلت لها المرحلة وأنه فزنا وهو حافظ حق كل واحد جد واجتهد في أنه يسوي مشروعه ويحس أنه فيه فيه ناس تدعمه هذا التكريم يعبر عن فخر شديد بالنسبة لي أنا شخصياً إذ جاء من صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم أنا أعتز باستلام امتياز الشرف اليوم المرأة تفرح وتستانس لما مجلس الأعلى للمرأة يكرمها بهذه الجائزة وهذا الشرف كبير لنا وطبعاً بخالينا أن نعطي أكثر وتأكيداً على استمرار دعم المجلس الأعلى للمرأة البحرينية تم إطلاق المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري بقيمة 100 مليون دولار ليكون ركيزة أساسية في برنامج التمكين الاقتصادي الذي يتبناه المجلس مشهد يتكرر للمرة الثانية مشهد يختز القصص النجاح التي شاركت المرأة البحرينية في كتابة السيناريو لتفوز اليوم بامتياز الشرف لرائدات الأعمال سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكراً للمرأة البحرينية 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 للمرأة البح